بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم عن الأكوان المتوازية وجد العلماء أن كوننا يتسع بسرعة أكبر بكثير مما هو متوقع حسابيا ولذلك لابد من وجود مادة مظلمة لا ترى تجذب المجرات ولكن هذه المادة أيضا لا تكفي لتحقيق التوسع الحالي للكون ولابد من وجود كون آخر أو مجموعة أكوان موازية لكوننا وينبقي أن تكون هذه الأكوان أشبه بورقات الكتب بورقات مثلا الكتاب كل ورقة ذاتها أربع أبعاد ثلاثة للمكان واحد للزمن وصارت أربعة ومجموعة الأكوان يعطينا أربعة متوازية وبناء على هذه النظرية هل يمكننا أن نفهم معنى قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا أن كنا فاعلين سورة الأنبياء آية 104 السجل المذكورة في الآية هي صفحات الكتاب أو الكتاب نفسه والكتب تعني كلمات الكتاب فشبه النجوم والمجرات بالكلمات وشبه السماء بصفحات متعددة سوف تطوى على بعضها فمعنى الآية كطي الكتاب لما فيه من الصحائف هل يمكن أن نتصور نهاية الكون على هذا الأساس والله أعلم